أعرب المترددون على القافلة العلاجية التي أطلقتها مدرية الصحة اليوم الثاني على التوالي بقرية أبو الريش بحري بمركز أسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أعربوا عن سعادتهم البالغة لإجراء الكشف وصرف العلاج بالمجان وقدموا شكرهم للرئيس عبدالفتاح سيسي الذي وفر عليهم عناء التوجه لعيادات الأطباء الخاصة جاء ذلك أثناء استمرار أعمال القافلة العلاجية بالقرية لليوم الثاني على التوالي والتي تكونت من عشر تخصصات مختلفة إضافة لمعملاء الدم والطفاليات هذا وقد استفاد من الكشف وصرف العلاج بالمجان 1512 شخصا من أبناء القرية نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه جاب لنا العيادة هنا والتخصصات القافلة وفيه دكاترة كثير والناس كثيرة هنا والعلاج مجانا والكشف مجانا نشكر والناس فرحانة هنا في مركز شباب الخطارة عربيات متنوعة من نسا لأسنان لأهم في أذن وحنقرة وأطفال ومريحنا خالص أول ما يستشفون يستقبلون استقبال جميل وأدوية بلاش وكشف بلاش تحليل بلاش إشعاد بلاش وإحنا مبسوطين جدا وربنا يبرك فيهم يا رب وما يحرمناش منهم كده إن شاء الله كشفت جلديا والتكاترة ممتازين والعلاج ممتازين والعلاج ببلاش والتكاترة ممتازين كل حاجة ممتازين كشف مجاني سيتك والنهاردة في باطيني وعظام ومسالك وأسنان وكل شيء